بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة همزة الوص والقطع في الأفعال مع مصادرها تعتمد على عدد حروف الفعل ولكن في حالة الماضي لذلك سنضبط القاعدة الآن قاعدة همزة الوص والقطع في الأفعال لاحظوا معي أننا ضبطنا همزة الوص والقطع في الأسماء فقلنا تعرف هل هي مصدر أو غير مصدر الآن كيف نضبط قاعدة همزة الوص والقطع في الأفعال بمعرفة عدد حروف الفعل ونقصد عدد حروفي في حالة الفعل الماضي والأفعال عموما تنقسم إلى فعل ثلاثي وفعل رباعي وفعل خماسي وفعل سداسي هذا باعتبار الماضي ولا تلتفت إلى غيره لا تلتفت إلى غيره معنى ثلاثي يعني عدد حروفي وهو ماض ثلاثة مثل ماذا؟ طبعا نحن نتحدث عن الأفعال التي في أولها همزة مثل الفعل أخذ لو لاحظت أخذ حرف حرفان ثلاثة أحرف إذن هو فعل ثلاثي طيب الرباعي مثل أحسن لاحظ حرف حرفان ثلاثة أربعة الخماسي مثل اختلف حرف حرفان ثلاثة أربعة خمسة السداسي مثل استخرج استخرج حرف حرفان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن ضبط قاعدة الأفعال أو ضبط قاعدة همزة الوص والقطع في الأفعال تعتمد على أولا عدد حروف الفعل الماضي لذلك سنقسم الأفعال إلى الفعل الثلاثي والفعل الرباعي والفعل الخماسي والفعل السداسي وكل فعل من هذه الأفعال كل فعل من هذه الأفعال سنعرف حكمه حين يكون أو حكم الهمزة في أوله حين يكون في حالة الماضي وحين يكون في حالة المضارع وحين يكون في حالة الأمر وحين يكون في حالة المصدر وهو الجزء المتبقي من محاضرة الأسمى لذلك سنضبط القاعدة الآن إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الفعل الثلاثي الذي في أوله همزة وسنقول حكم همزته أن تكون همزة كذا في الماضي في المضارع في الأمر في المصدر كما سترون الآن إن شاء الله تعالى إذن من حاضراتنا القادمة هو الحديث عن هذه الأفعال وسوف نتحدث عن الفعل الثلاثي والفعل الرباعي في محاضرة ثم نتحدث عن الفعل الخماسي والفعل السداسي في محاضرة أخرى نتحدث عنه في هذه الحالات الأربع بإذن الله تعالى وهناك نلتقى